موسيقى أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات السلام عليكم ألتقي وإياكم في درس جديد من دروسنا لأن هذا الدرس اليوم يتمحور حول كيفية الإعداد والاستعداد لاجتياز الامتحان الوطني مكون علوم اللغة وهذا الدرس موجه لتلاميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي التأهيلي مسلك لغة العربية مادة علوم اللغة الأهداف المتوخات من هذا الدرس هي كالأتي تطبيق إجراءات الإطار المرجعي وقد سبقا أن شاهدتموها وتتبعتموها إعداد المتعلم لاجتياز الامتحان الوطني الموحد وأن يتجاوز جميع المعويقات خاصة النفسية إجراء تطبيقات نحوية وصرفية وبلاغية وعرضية مختلفة وأن يستثمر كل الدروس والمهارات التي سبقا أن تعرف عليها المجال الفرعي الأول يتعلق الأمر بالنحو والصرف ننطلق من النص أذكر دائما باستحضار الأطور المرجعية مكونات درس علوم اللغة والوضعية الاختبارية كان الشعر العربي قبل الخمسينات استمرارا لعصر ذهبي لم يعد لائقا انتهاك حرمته بالمضغ والاجترار ذلك أن الشاعر في هذه الحقبة ليست له معرفة إلا الظن على الرغم من المحاولات التجديدية في إطار الرومانسية والرمزية أما بعد الخمسينات فكان لا بد للشعر العربي من التأثر بالعوامل التي ترأت على الشعوب العربية بعد حرب عالمية أصفرت عن وجه جديد لعلاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالوجود فقد تحرر المجتمع العربي من السيطرة الأجنبية فازداد انفتاحه على الاتجاهات المعاصرة هذا الانفتاح أدى إلى مفهوم جديد للقصيدة إذ اقتحم الشعر وهو يتخطى ويتجاوز أنساقا تقليدية قضايا جديدة وأشكالا جديدة للتعبير لأن المضمونة والشكل لا ينفصلان وتجسد هذا المفهوم الجديد في حركة شعرية عرفت بحركة الشعر الحديث إذن هذه الحركة مرحلة فاصلة أولى أزاحت كثيرا من العقبات أبرزها أنها حررت الشاعر من الأساليب الموروثة وأفهمته أن الشعر ليس هو الكلام الموزول المقفى بل هو التعبير الشخصي الفريد عن رؤية الشاعر الشخصية الفريدة ذلك أن الشاعر وإن كان يعيش لأجل الآخرين فإنما يموت عن نفسه ولنفسه ويكفي حركة الشعر الجديد أنها رفعت من مقام الشعر فتجاوز الأغراض بل صارت مهمته هي الكشف عن أسرار الحياة وإظهار الانسجام بينما في الوجود من تناقض إضافة إلى النفاذ إلى ما وراء واقع الحياة لرؤية طلائع الأمل والخلاص هذا النص هو ليوسف الخال مأخوذ من كتاب الحداثة في الشعر دار الطلعة بيروت الطبعة الأولى سنة 78-2009-79 بتصرف طبعا إذن بعدما قرأنا هذا النص عزيزة التلميذة أنتم مطالباني بالإجابة عن الأسئلة الآتية أولا حدد القضية الأساس التي يعالجها هذا النص ثانيا بيّن من خلال النص المصار الذي سلكته حركية الشعر بين مرحلتين ثالثا أنقل واشكل بالشكل التام الفقرة الأخيرة من النص رابعا أعرب إعرابا تاما ما تحته خط في النص خامسا استخرج من النص جملة مجتملة على حال وعين العامل فيها والمعمول ونوع الحال جملة مجتملة على استثناء وعين المستثناء والمستثنى منه وأداة الاستثناء ونوعه بين ما وقع في الكلمتين من إبدال أو إعلال حسب الجدول أسفله في كلمتين مقام وطلائع إذن هذه مجموعة من المطالب التي أنت مطالب بالإجابة عليها في مادة النحو والصرف لنرى تصحيح الأسئلة السابقة وأظنك قد توصلت إلى جميع الإجابات بعد أن حضرت جيدا لاجتياز امتحانك الوطني الموحد إذن ما هي القضية الأساس التي يعالجها هذا النص؟ هي تطور الشعر العربي الحديد وتجدد رؤيته الفنية وفق تحولات الواقع ثانيا بالنسبة للسؤال الثاني ما صار حركية الشعر بين مرحلتين؟ والمفروض أن تكون قد قرأت النصة وفهمته جيدا لتتوصل إلى الإجابة عن هذا السؤال ويتمحور حوله تجاوز الأنساق التقليدية تناول قضايا العصر في أشكال فنية جديدة التعبير عن الرؤية الفردية تجاوز نظرية الأغراض التقليدية النفاد إلى عمق الحياة والواقع اليومي وتلاحظون من خلال هذه الإجابة أنها شديدة صلة بدرس النصوص الذي تعرفت فيه على جميع المدارس الأدبية وخاصة تكسير البنية وتجديد الرؤية المطلب الثالث وهو يتعلق بالشكل ومطلب منك أن تنقل الفقرة الآخرة وشكلها بالشكل التام والفقرة الآخرة هي ويكفي حركة الشعر الجديد أنها رفعت من مقام الشعر فتجاوز الأغراض بل صارت مهمته هي الكشف عن أسرار الحياة وإظهار الإنسجام بينما في الوجود من تناقض إضافة إلى النفاد إلى ما وراء واقع الحياة لرؤية طلائع الأمل والخلاص لننتقل إلى الإعراب وقد كانت في النص كان هناك سطر تحت الكلمات المطلوب إعرابها لديك كلمة انتهاك فتعرب فاعل مرفوض بالدمة الظاهرة في آخره كان لديك أيضا كلمة قضايا تعرب مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعدل ننتقل الآن إلى الأسئلة المتعلقة بالقواعد والتي لها طبعا ترتبط بالدروس التي درستها الظاهر النحوية المطلوب كان المطلوب هو استخراج جملة حالية ورد في النص اكتسب الشعر وهو يتخطى إلى غاية الجملة العامل هو فعل اكتسب المعمول وهو يتخطى أما نوع الجملة التي وقعت حال فهي جملة اسمية وقد طبعا الحال الحال قد يقع جملة اسمية أو جملة فعليا عزيزة التلميذ عزيزة التلميذة ربما قد لاحظت من خلال الجدول كيف يجب أن تجيب في الامتحان بكل وضوح حتى تحصل على النقطة الكاملة دائما مع استخراج الظواهر النحوية جاء في السؤال أن تستخرج جملة فيها استثناء مع توضيحك للمسنى منه والمسنى والآدات ونوع الاستثناء عد إلى النص ستجد بأنه ورد فيه جملة هي ليست له معرفة إلا الظنة فالمستثنى منه معرفة المستثنى الظن الأدات إلا نوع الاستثناء هو استثناء منقطع لأنه مسبوق بنفي المطلب السادس في القواعد حول درس الإعلال والإبدال وأن تبين ما وقع في الكلمات من إعلال وإبدال لديك مقام أصل هذا الألف مقوم نقلت التغيير الذي طرأ على هذه الكلمة الأصلية نقلت حركة الواو إلى الساكن مق وم فلاحظوا بأن حرف العلة جاء متحرك في حين أن الحرف الصحيح قبله جاء ساكنا والقاعدة تقول بأن الحرف الصحيح أولى بالحركة لذلك نقلت هذه الحركة من الحرف المعتن إلى الحرف الصحيح قبله طبعا الحال ثم هذه الواو لكي تناسب الحركة تحرك ما قبلها يعني الحرف الواو وهي الحركة لذلك قلبت هذه الواو أليفا لتناسب الحركة الفتحة أما السبب فقد أشرت إليه هو ضعف تحمل حرف العلة للحركة وأولى بالحرف الصحيح أن يتحملها هذا النوع من الإعلان عزيزي التلميذ عزيزة التلميذ سبق لك أن تعرفت عليه يسمى الإعلال بتسكين فنحن ننقل الحركة من حرف الحرف المعتن إلى الحرف الصحيح الصحيح قبله الكلمة الثانية هي طلاعع أصل هذه الكلمة تلاحظ طلاعع نوع التغيير لدينا إبدال وليس إعلان لماذا أبدلت الياء همزة طلاعع أصبحت طلاعع لماذا السبب هو أن هو أنه وقوع حرف المد الزائد في المفرد بعد صيغة ألف صيغة منتهى الجموع طلاعع مفرده طالعة أما هذا النوع من التغيير فهو إبدال وليس إعلان الآن بعدما تعرفنا على المجال الفرعي الأول ننتقل للتعرف على المجال الفرعي الثاني ويتعلق الأمر بالبلاغة والعارض أولا البلاغة أجري الاستعارة فيما تحته خطن وبين نوعها هل هي تصريحية مكنية ثم أوضح ما بها من ترشيح أو تجريد أو إطلاق قال الشريف الرضي ما كان أغنى ليلة ذا المفرق عن ضوء القمر حاول أن تجري الاستعارة لعلك عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة قد توصلت إلى الإجابة الآتية في كلمة ليل استعارة تصريحية حيث شبه الشاعر الشعر الأسود بالليل بجامع السود يعني الصفة الجامعة بينهما القرينة ذا المفرق وفي عبارة ضوء القمر استعارة تصريحية حيث شطرتاني استعارة تصريحية حيث شبه الشيبة بضوء القمر بجامع البيان في كل والقارينة حالية وفي عدم ذكر ما يلائم أحد طرفي في كل الاستعارتين إطلاق والاستعارة المطلقة هي ما لم يذكر فيها ملائم يلائم المستعار له أو المستعار منه أو ذكر ملائم يلائم المستعار له المستعار معه إما أن يذكر الملائم لهما معا أو لا السؤال الثاني عين لفظ الكناية فيما يأتي وأوضح المراد منه ونوع الكناية باعتبر الوسائط قال الشاعر أريد بس تتكف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي حاول أن تتأمل وأن تتوصل إلى الجواب الصائب ولعلك قد توصلت بأن في لفظة بسطة الكف كناية عن الغنى واليسار وهي كناية من نوع الإيماء الآن أوضح الصورة الشعرية فيما يأتي وحدد مكوناتها اللغة العاطفة الخيال قال إليا أبو ماضي والبحر كم سألته فتضاحكت أمواجه من صوت المتقطع لعلك بعد بحثك عن الصورة الشعرية ومكوناتها قد توصلت بأن مكونات الصورة على مستوى اللغة البحر سألته تضاحكت أمواج صوتي على مستوى العاطفة تفاعل الشعر مع البحر وجدانيا أما على مستوى الخيال فيتمثل في تجسيد الطبيعة الآن حدد الفرق بين المماثلة المتدرجة والمماثلة المتراجعة في الكلمات الآتية المماثلة المتدرجة كما سبق لك أن تعرفت هو تأثير الصوت الأول في الثاني إذ طارب ف أبدلت الت تائف تعالى بالط لتلائم الضاد قبلها أما المماثلة المتراجعة فقد تأثر الصوت الثاني بالأول إدعى أصلها إد تعى أبدلت التاء تائفت على دالا وأضغمت الدال في الدال ننتقل إلى العارض أكتب البيت كتابة عارضية وقطعه ثم حدد بحره لقد ناديت أقوام حين جابوا وما بالسمع من وقر لو أجابوا إذن مطلوب منك أن تقطع البيت تقطع عارضيا ولعلك حصلت على التفعيلة الآتية مفاعل مفاعل فاعلات ولعلك أيضا قد تعرفت بأن هذا البحر هو بحر المنسرد وسبق لك أن عرفت بأن البحر المنسرد هو من البحور المهملة بقي السؤال وهو حدد القافية فيما يأتي وعين حروفها فلا سوف يدهشك المصاب وسوف تعيزك المدامع تأمل جيدا القافية هي دامع الروي هو حرف العين الدخيل الميم أما الألف فهو ألف التأسيس ويوجد قبل الميم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التنميدات أتمنى لكم حظا ونجاحا واجتهادا حتى تحصلوا على النتائج التي ننتظرها جميعا وهي النجاح شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر